سيد وليد فكري التاريخ هل أحيانا ممكن أن هو يستخدم كسلاح ضد فئة أو مجموعة أو فكرة ده حي كيف ممتع البساطة لما أنا عايز أسيطر على الناس والناس دول السلاحة اللي بيمنعني من السيطرة عليهم هو ترابطهم كمختلف فئات في مجتمع وانتمائهم للوطن اللي هم فيه يبا هنا لازم أضرب ده أضربه إزاي من خلال العبث بتاريخه في جملة كان بيقولها الشعر الدغستاني رسول حمزاتوف كان بيقولها في كتاب له من أطلق نيران مسدسه على الماضي أطلق عليه المستقبل نيران مدافعه من أطلق نيران مسدسه على الماضي أطلق عليه المستقبل نيران مدافعه الفكرة أن لما نلاقي أن في محاولات يعني مثلا لفترة الاحتلال البريطاني على سبيل المثال أنا الحياة قد عايزة أصل لدها كمانا كان فيه محاولة لفصل يعني اللي أرى أكتاب مثلا الأعمدة السابعة للشخصية المصرية الله يرحمه دكتور ميلاد حنة هيعرف أننا مكوناتنا متنوعة فالبريطانيين كانوا حاولوا أنهم يفصلوا المكون القبطي والمكون الإسلامي والمكون المصري القديم ويضربوهم فبعض فده عبث بالتاريخ ده استدام له كسلاح لما نيجي في مراحل لاحقة نلاقي الطيرات المتطرفة بتحاول أنها تسيء للتاريخ المصري القديم يعني مثلا بعد موكب المؤميوات الملكية لمتابع موقع التواصل الاجتماعي الكفار يعني الحقيقة أنا مش عارف هما يعني كيف نصلح هذا الفكر الموضوع ببساطة هما بيعتمدوا محمد يبقى الموت هنا مربط الفانس هما بيعتمدوا على أن اللي حيتلقى الكلام ده شخص صفحة بيضة هو شخص جاهل تمام والبعض ممكن يعتبرها كلمة قاسية أنا ما وصف الشخص يتقصر بكلامه أنه هو جاهل لكن نتكلم بصراحة الاعتراف بوجود المشكلة يعني أنا عشان أعرف لازم أعترف بالجهل لازم أقول أنا جاهل بهذا الأمر فهنا أنا عندي أعلنت عن احتياجي فبالتالي أنا حاس على المعرفة فهما بيعتمدوا على ده إنه شخص هو مش عارف هو تقاله أنت بلدك لازم تعتز بيها تمام بس ما تقالهش إيه علاقة السببية اللي تخليه يعتز بتاريخه لازم يعرف أكتر عن تاريخه فاند كده بتحصنه لما تيجي تكلمه مثلا على المحتوى الأخلاقي في الثقافة والحضارة والديانة المصرية قديمة والفكرة المصرية قديمة وإزاي ندل خلى مصر مش بس تستقبل رسالة السيد المسيح ومش بس تستقبل الإسلام إنما تصبح هي المنارة اللي بتعلمهم للعالم يصبح فيها واحدة من أعرق الكنائس الكنيسة القبطية والسوسية في العالم وتصبح هي اللي بتعلم يعني دايما بنقول إحنا مثلا في الإسلام إحنا تعلمنا قرآن وروحنا علمنا للعالم ليه؟ لأن إحنا متأسسين من الأول من حضارة المصرية القديمة أنت هنا عملت ربط شفت عملت ربط بين سم أسسنا الأزهر أيوة إحنا بمجرد أن يعرف ده هو خلاص أنت كدت عملك مثلا ربط بين الحضارة المصرية قديمة والانتماء لها والحضارة القبطية والانتماء لها والثقافة المسيحية والثقافة العربية والثقافة الإسلامية بمجرد أنك شرحت له الجزء ده فهنا ده بيبني زي مانع أو ساتر ضد أنه قدامي يخترقني زي مثلا محاولات البعض أنهم يختصروا التاريخ الإسلامي يعني الطائرات التكفيرية والطائرات الإرهابية هم بيختصروا التاريخ الإسلامي في إيه والتاريخ العربي في إيه في ناس متشنجين بيصيحوا الله أكبر وشايلين السيوف وقاعدين بيغزوا ويدبحوا في الأمم طيب هل حد فيهم لما يقولوا إحنا عايزين نعيد إحياء الحضارة الإسلامية حد فيهم بيتكلم مثلا عن ابن رجد هل حد فيهم بيتكلم على حركة الترجمة في بغداد حد فيهم بيجيب سرط ابن سينة ليه ما بيحكوش عن ابن خلدون ليه كل كلامهم عن الخطاب الحربي فقط ليه لأنه برضه بالضبط هو عايز يعبث بالتاريخ ويستخدمه كسلاح ويختصر رؤية الشخص